حبيبي هذا الشخص الذي تسأل عنه أنت تراه الحبيب المثالي تراه الشخص المثالي ليكون في حياتك تراه الحبيب تراه حبيب تراه كزوجك تراه كصديق واخه يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب تراه كذلك أبو أطفالك والعكس هو الصحيح هو كذلك يراك الشخص المثالي واخه لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة والبعض الأخر مسافة جسدية طويلة ربما هذا الحبيب ابتعد أو صفر واخه لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك لأن هذا ما كتبه القدر هذا الحبيب هذا الحبيب يعتقد هذا الحبيب حزين بزدف هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول مرة شاف يعني كان حب في يعني من أول وهلة نعم وربما أنت رفضت هذا الحياة الحبيب نعم لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج واخه يعني أنا أرى هنا طرف طرف آخر واخه قد يكون من طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب لكن أرى أنه من طرفك أولا لكن ربما كذلك من طرفه هذا بأنشرح لكم واخه أنت ربما لديك علاقة أو متزوج وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود يخاف نعم يخاف تقول هذا القرد يعني هذا هو أمر روح بدون شك هناك معاناة هناك طرف آخر وهناك خوف من أن لا تختاره هو يعني من أن لا تختاره هو واخه يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك ربما هو كذلك لديه علاقة واخه يعني أرى هنا طرف آخر لكن الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو واخه لنواصل هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف 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 بزاف وهو طاقة هو هي الحزن هو حزين بزاف واخه هو يريده يريده شوفوا يعني هنا حزن حزن كبير في هذه القراءة لكن هو حب جميل كذلك هناك حب نعم هناك حب وعشق كبير واخه شوفوا أنت حبيبي أنت حبيبي محظوظ بزاف هذا الحبيب أرى أنه يطرق بابك لكن يخاف هو يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج تفهمون أن هذا الحبيب محتار متردد خائف لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة هذا الحبيب يغار بزاف لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر كذلك بلاتي غير نقلكم الطاقات لكي الطاقات التي أراها هي هوائية مثلك يعني جوزة ميزان ودلو نعم مثلك وكذلك كذلك طاقات طاقات قلنا هوائية كذلك طاقات نارية أسد قوس وحمل وكذلك طاقات ترابية وخا لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك وكذلك النارية وخا هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود وخا لأنه خائف هو 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 يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانية دياله يعني لا يمكنه الوصول لهذا النجم لهذه الملكة وخا يعني يراك أقوى منه وأفضل منه وخا أنت حبيبي برج الميزان أنت محظوظ جدا أنت محظوظة بزاف وخا الله أعطاك كل شيء جمال رزق ولديك فرص كثيرة في الحياة وفرص دائمة لا تنتهي يعني أنت يعني مطر البركة يعني تمطر السماء أنت سماؤك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء وخا هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا أن يعني ما شاء الله عليك عليك كل ما تتمنى أنت كل ما تتمنى الله يهدي لك كل ما تريده الله يحبك بثاف نعم يعني الحماية السماوية هي هي فستانك وخا قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة يعني أنت أنت يعني سعيد في حياتك يعني مرتاح لكن وصل هذا حبيب الروح عفوا توأم الروح لأنه توأم الروح وصل توأم الروح يعني وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني وحدث تغيير كبير بزف تغيير قوي بزف مع وصول هذا الحبيب وخا خلي مني نزل توقع قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد حتى يعني وصل هذا هذا الحبيب وخا أنت يعني كيف نشرح لكم أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء السماء تجيبكم يعني الله رحيم معكم وكريم بزف لذلك ربما هذا الحبيب هذا الحبيب الجميل ليس الحبيب هذا يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة يعني إنسان طيب جميل يحميك يحبك يعني أنت تعيش في حياة جميلة وهانئة لكنه ليس توأم الروح وخا لذلك أنت تمارس قانون الجب وربما أنت مارست قانون الجب والله أعطى لك هذا الحبيب هذه الروح المتشابهة لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك نعم وخا وهذا أتمنى أن تكون فهمتم وخا يعني هناك روح متشابهة في حياتك وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح توأم الشعلة وخا يعني مع توأم مع توأم الروح المتشابهة كل شيء جميل وروض وفراشات كل شيء جميل وسهل لكنه ليس حب توأم الروح هذا الحب هذه النار هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يعني يجعلك تفكر ليلة نهار وهذا الحبيب كذلك هذا الحبيب حزين غاضب منك يغار يغار لأنك مع شخص آخر هو يعرف أنك له ولكن هناك يعني هناك خوف لأنه يراك كالنجم يراك كمالك يراك كمالك ويصعب الوصول إلي وخا لذلك يذهب ويعود وخا هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور ويعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف وهو في حزن كبير جداً وكذلك غاضب ويغار لكن حبيبي هذا الحبيب عندما يراك يرتاح يرتاح لقربك يرتاح عندما يكون بقربك وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب هذا أكبر عقاب مسكين هذا أكبر عقاب وخا الله نشوف ماذا ماذا سيحدث ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأل عنه من جديد المجنون هذا الحبيب يعشقك بجنون هناك طاقة سلبية كذلك هناك طاقة سلبية هناك طرف آخر ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر وهناك طاقة سلبية بزف يتكلمون سوء عنك نعم لا لكن لن ينفع يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع لأن هذا الحبيب يحبك هناك رسائل هذا الحبيب سيتكلم هذا الحبيب إنسان جميل جدا وسيفعل كل ما يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلمه الذي هو أنت 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 كون أنت في حياتي حبيبتي ديالي هذه القراءة غريبة لأن أرى أن هناك شيء معلق يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشت ولا شيء يعني لم تعيشوا باقي باقي لم تبدأ حياتكم باقي لم تبدأ وخ لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة يعني يعني هذه حكاية توأم الروح وتوأم الشعلة يعني كانت مكتوب يعني هذا عمل قدر يعني هناك تجارب ستعيشونها تنتظرك حياة طويلة هذه الحكاية لم تنتهي لماذا؟ لأنها باقي مبدأ لم تبدأ ينتظرك تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب هناك تغييرات يا الله تغييرات لم يعني ربما أنت سعيد الآن لكن هناك تغييرات عجيبة ليس غريبة عجيبة لم تكن تتوقعها تغييرات وبدايات بدايات مع هذا مع هذا الحبيب مع توأم الروح وتوأم الشعلة الذي يعاني من أجلك ويحبك وخ يعني يجب أن يكون هناك اتحاد وخ يجب أن يكون هناك اتحاد تشوفوا يعني الرجل والمرأة يعملاني بجوجبهم سوا وخ لماذا؟ لأن هناك اتحاد اتحاد روحي اتحاد مهم تفهم اتحاد لمواجهة العوائق اتحاد من كل الأنواع هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر لأنه توأم الروح توأم الشعلة أنتم باقي ما بديتوا حياتكم ستبدأون الآن الآن هذا الحبيب سيتحرك يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك لأنه لا يحتمل هذا العذاب لا يحتمل يعني عنده وحد الغيرة لأنك مع شخص آخر هناك غيرة يغار بزاف يغار وهناك يعني ستغير ما صار طريقكم لأن طريقكم سيكون واحد وخ الله قراءة جميلة هذا الحبيب سيأتي لأنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر فيك ليلة نهار رغم هذا طاقات سلبية يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم أنت كذلك تخاف من أن أن يحكم عليك يعني يعني المجتمع أن يحكم عليك لأنك مع إنسان آخر أنت ربما متزوج وتحب هذا الحبيب تحب يعني توقع من روح يعني لا يمكننا أن نسيطر في هذه الأشياء لأنها يعني مكتوبة في الخريضة السماوية قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك وخ لأنه سيأتي لأنه في معاناة كبيرة هو في معاناة أكثر منك ويتعذب لماذا لأنه يقدلك لأنه يعرف أنك أنت توأم روحه وأنه لأنه يحس بالنقص مسكين يحس بالنقص يعني من دونك هو لا شيء هذا الحبيب يحبك ربما هو يعني طاقته الرحانية أسما من طاقتك وخ يعني هو فهم أنك شفه فهم أنك توأم الروح أنك غير عادي لكن أنت ربما شيء مدلل وبما أن حظك سعيد دائما الله أعطك كل شيء أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب رغم أنك تحبينه وخ هو روحانيته أسما من روحانيتك وهو يعرف أنك أنت توأم الروح وخ ورغم العوائق هذا الحبيب سيتصرف في نهاية الكارت سيتصرف كالمجنون سيكافح سيدافع وخ رغم أنه يحس بالنقص أولا من دونك وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء لكن سيتجرأ لأن عندنا هنا يا كارت القوة يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك سيتجرأ يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدافع عنه لكي يكون معك حبيبي قراءة جميلة بزر قراءة مؤثرة لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منه وحتى روحانيته يعني أسمى أنا آسفة لكن أنا كنقول لكم ما أراه يعني أخ أراك أنت يعني غير ناضج نوعا ما وهو نعم ناضج هذا الحبيب ناضج روحيا ناضج ويعرف أنك أنت حبيب وأنت ليست توأم روح وهو سيعمل كثيرا سيبذل مجهود مسكين مجهود كبير من أجلك يعني أنت إنسان محظوظ عزيزي برج الميزة لأن الله يعطيك كل ما تتمنى تمنيت روحها متشابهة مجهود سيعمل ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر